بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى حدَّثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنتُ أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة في الأرض التي مُلبَّسة بالحجارة السوداء كنتُ أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاءً ونحن ننظر إلى أحد أي ننظر إلى جبل أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلتُ لبيك يا رسول الله قال ما أحبُّ أن لي ما أحبُّ أن أحدًا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثةً عندي منه دينار إلا دينارًا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قال قلتُ لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت أي إلزم مكانك حتى آتيك قال فانطلق حتى توارى عني أي خفي عني قال سمعتُ لغطًا يعني صوتًا مختلطًا وسمعتُ صوتًا قال فقلتُ لعلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرِضَ له أي عدو قال فهممتُ أن أتبعه قال ثم ذكرتُ قوله لا تبرح حتى آتيك قال فانتظرتُه فلما جاء ذكرتُ الذي سمعتُه قال فقال ذاك جبريل عليه السلام أتاني فقال من مات من أمَّتك لا يشركُ بالله شيئًا دخل الجنة اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم فأهلنا وأولادنا والمسلمين من مات من أمَّتك لا يشركُ بالله شيئًا دخل الجنة قال قلتُ وَإنْزَنَا وَإِنْسَرَتْ قال وَإِنْزَنَا وَإِنْسَرَتْ يعني العاصي الموحد الله تعالى يدخله الجنة برحمته فعلينا أن نحذر المعاصي ونتق الله فأبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم حثه على الصدقة فالصدقة وإنفاق المال في طاعة الله خيرٌ من جمعه وادخاره وأما إذا أخرج الرجل زكاة ماله وادخاره لا بأس بذلك لكن إنفاقه في أبواب الخير أفضل قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة الأكثرون أي كثير المال قليلون يعني في الأجر يوم القيامة ثم ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى اختفى عن أبي ذر وسمع أبو ذر الصوات فأراد أن يذهب ولكن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح حتى آتيك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سمع صوتاً قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل عليه السلام أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة فعلينا أن نلزم التوحيد فلا ندعو إلا الله ولا نخاف إلا الله ولا نرجو إلا الله ولا نتوكل إلا على الله علينا أن نعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق لأن هذه المعاصي مرتكبها تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولكن مآل الموحد أن يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نحقق التوحيد ونحذر الشرك والمعاصي ونتوب إلى الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وثبتنا على التوحيد والإيمان والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات كذل الجلال والإكرار وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر وضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر جعلني الله في ذاك قال يا أبا ذر تعالى قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة يعني المكثرون من المال هم القليلون في الأجر يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً أي مالاً فنفح فيه أي أنفقه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً فإنفاق المال في أبواب الخير خيرٌ من كنزه وجمعه وإذا أدى المسلم زكاة ماله فلا بأس أن يخزن الباقي قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس ها هنا قال فأجلسني في قاع أي في أرض حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجعه إليك قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه يعني اختفى فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى قال فلما جاء لم أصبر فقلت يا نبي الله جعلني الله في ذاك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلماء فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شريب الخبر فالموحد إذا ارتكب المعاصي أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولكن الموحد مصيره إلى الجنة اللهم ثبتنا على التوحيد واغفر لنا ذنوبنا وهدنا وأولادنا وأولادنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات هذا الجلال والإكرام ويجب أن نتمسك بالتوحيد وندعو الناس إلى التوحيد وخلاص العبادة لله جل وعلا وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال قدمت المدينة فبين أنا في حلقة يعني مجموعة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أنا عليه ثياب يابسة أخشن الجسد جسده يابس أخشن الوجه فقام عليهم يعني رجل زاهد ليس عنده من متاع الدنيا إلا شيئا يسير فقام عليهم فقال أبشر فقال بشر الكنازين برطف يحمى عليه في نار جهنم يعني الذين يكنزون المال ويمنعون الزكاة الذين يجمعون المال ويمنعون الزكاة بشر الكنازين برطف يحمى عليه في نار جهنم ذلك المال يجعل صفايح ويحمى على النار ويكوى به صاحبه فيوضع على حلمة ثدي أحدهم على مكان الثدي حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا قال فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية عمود من أعمدة المسجد فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كره ما قلت إلا كره ما قلت لهم قال إن هؤلاء لا يعقلون شيئا لأن الذي يكنز الذهب والفضة ويمنع الذكاء يعذب إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال أترى أحدا جبل أحد فنظرت ما علي من الشمس يعني كم الوقت وأنا أظن أن يبعثني في حاجة له فقلت أراه أي أرى جبل أحد فقال ما يسرني أن لي مثله ذهبا منفقه إلا ثلاثة الدنانير فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصدق والإحسان إلى الخلق ولا يحب أن يتدخر وإذا أدى المسلم ذكاة المال فيجوز أن يتدخر لكن إذا منع الذكاء يا ويلة فقال ما يسرني أن لي مثله أي مثل جبل أحد ذهبا منفقه كله أي في أبواب الخير إلا ثلاثة الدنانير يعني أحفظها لسداد الدين ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا يعني إذا كان يمنعون الذكاء قال قلت ما لك ولأخوتك من قريش لا تعتريهم أي تذهب إليهم وتصيب منهم قال لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أبو ذر من الزهاد رضي الله عنهم كان يرى أن جمع المال ما ينبغي ولكن إذا أدى الرجل ذكاة المال ولا بأس أن يدخر ولكن إنفاقه في أبواب الخير أفضل وأحصى وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشب حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول بشر الكنازين الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم قال ثم تنحى فقعد قال قلت من هذا قال قلت من هذا قال هذا أبو ذر رضي الله عنه قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم يعني أن مانع الزكاء يكوى به يكون ذلك الذهب والفضة صفائح ويحمى على جهنم ويكوى به مانع الزكاء قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم قال قلت ما تقول في هذا العطاء يعني إذا جاءنا شيء من بيت مال المسلمين قال خذه فإن فيه اليوم معونة يعينك على طاعة الله فإذا كان ثمنا لدينك فدعه إذا كانوا يمنعونك ويأمروك بالمعصية فتركه حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيين عن أبي الزنات عن الأعرج عن أبي هريرة قضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليه أنفق المال في سبيل الله في مرضات الله الله يرجعه أنفق أنفق عليه وقال يمين الله ملأة وقال ابن نمير ملآن سحاء يعني دائمة الإنفاق لا يغيضها شيء الليل والنهار الله عز وجل يمينه ملآ دائم الإنفاق على عباده لا ينقص ذلك شيئا مما في يمينه جل جلاله فيه حث على فعل الخير وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرا رضي الله عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي أنفِق أنفِق عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأة لا يغيظها أي لا ينقصها شيء سحاء الليل والنهار أي دائمة الإنفاق أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يمينه قال وعرشه على الماء وبيده الخير القبض يرفع ويخفض حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم أو ينفعهم الله به ويغنيه الله سبحانه وتعالى يثيب من أنفق على أي على عياله إذا أنفقت على زوجتك وأولادك الله يثيبك إذا أنفقت ذلك ابتغاء وجه الله امتثالاً لأمر الله أفضل الدينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله على الفرس ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله فإذا أنفقت على أهلك وأولادك الله يثيبك إذا نويت بذلك امتثال أمر الله وأردت بذلك كتواب الله عز وجل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن الزفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبه أي في عتق الرقاب ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك إذا أنفقت على أهلك إيماناً بالله واحتساب الأجر من الله لا تضيق على أهلك أنفق عليهم الله يثيبك ويأجرك سبحانه وتعالى حدثنا سعيد بن محمد الجرم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة فلكنا جلوساً مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذ جاءه قهرمان قال النبي رحمه الله وهو الخازن القائم بحوائج الإنسان قهرمان هو الخازن القائم بأعمال الإنسان وهو بمعنى الوكيل إذ جاءه قهرمان قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم أي أعطيت العبيد قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرئ إذماً أن يحبس عمن يملك قوته كفى بالمرئ ذنباً أن يؤخر القوت عن المملوك وعمن يجب نفقته ولا تؤخر نفقت من يجب عليك نفقته من الأهل والأولاد والمملوك والحيوانات حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حاء حدثنا محمد بن رمح حبرنا ليس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل من بني عذر عبداً له عن دبر قال لعبده إذا أنا مت وأنت حر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل ألك مال غيره عندك مال غير هذا العبد وقال لا فقال من يشتريه مني النبي صلى الله عليه وسلم باع ذلك العبد لأن سيده قال إذا مت فأنت حر وهو مسكيد محتاج فباع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد لأن سيده حي وهو محتاج فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه أي إلى سيد ذلك العبد ثم قال ابدأ بنفسك وتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذيق رابتك فإن فضل عن ذيق رابتك شيء فهكذا وهكذا يقوله بين يديك وعن يمينك وعن شمارك وتبدأ بنفسك تنفق عليها ما يعينك على طاعة الله وعلى أهلك وعلى أقاربك فحدثني ياقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عن أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر أني قال لعبده إذا أنا مت فأنتحر يقال له ياقوب وساق الحديث بمعنى حديث ليس وكان ذلك الرجل فقير فبع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد لأن سيدها حيوى وهو محتاج فأعطاه ذلك وأمره أن ينفق على نفسه وعلى قرابته حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع آنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا رضي الله عنه وكان أحب أمواله إليه بيرحا مستان في ماء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنص رضي الله عنه فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أمواله إليه بيرحا مستان وفي ماء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شئت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح بخ كلمة تفخيم ذلك مال رابح ذلك مال رابح أي ثواب الله كثير قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه فالصدق على الأقارب الفقراء أفضل هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كلما نزل من القرآن يطبقونه ويعملون به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلم حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة رضي الله عنه أرى ربنا يسألنا من أموالنا وأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيحاء لله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك قال فاجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنه فالصدق على الأقارب الفقراء أفضل حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أصبرني عمر عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة أي أمة مملوكة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك لو أعطيت هذه الجارية أخوالك كان أعظم لأجرك فصدق على الأقارب أفضل الأقارب المحتاجون أفضل الصدق عليهم أفضل من غيرهم حدثنا حسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمر بن الحارث عن زينب امرأة امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا مأشر النساء النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء على الصدق ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد يعني قليل المال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدق فأتهي أن يذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني يعني أن أتصدق عليك وعلى أولادك وإلا صرفتها إلى غيرك قالت فقال لي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بليته أنت أنت ذهب وسألي قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار رضي الله عنها بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها أي جاءت تسأل مثلي قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فضلا له صلى الله عليه وسلم بهابون منه قالت فخرج علينا بلال رضي الله عنه وقلنا له ايتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن لا تخبره عن أسمائنا قالت فدخل بلال رضي الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما فقال امرأة من الأنصار وزينب أي زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدق إذا تصدقت المرأة على زوجها وإتام عندها فلها أجران حدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غيات حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني شقيق عن عمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها وعنه قال فذكرت لإبراهيم فحدثني أن أبي عبيدة عن عمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما بمهره سواء قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تصدقنا ولو من حليكن أي الخاتم والخرص ونحو ذلك وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو سام حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلم رضي الله عنهما عن أم سلم أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلم أي أنفق على أولاد أبي سلم أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني وقال نعم لك فيهم أجر لكم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم إذا أنفقت على أولادها تؤجر على ذلك الله يأجرها سبحانه وتعالى وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن هشام العروة لهذا الإسناد بمدري ولكن النفق التي يستفيد منها من طعام وشراب وكسوة أما ما يفعله بعض الناس ينفقون أموالهم في الملاهي والملاعب والأشياء التي لا تنفع فهذا إسراف وتبذيل أما النفق على ما يأكلون ويشربون ويلبسون هذا يؤجر عليه المسلم وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن هشام العروة بهذا الإسناد بمدري حدثنا عبيد الله بن معاد العنبر حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفق وهو يحتسبها أي يريد الأجر من الله كانت له صدق إذا أنفقت على زوجتك الله يعطيك صدق يعطيك ثواب صدق وحدثناه محمد ابن بشار وأبو بكر ابن نافع كلاهما عن محمد ابن جعفر حاء وحدثناه أبو كريب حدثنا وكي جميعا عن شعبة في هذا الإسناد حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن أمي غدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها قال نعم أمه أمه أسماء كانت مشركة فجاءت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحسن إليها قال نعم لأن الوالدين يجب الإحسان إليهما وإن كان على الكفر وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو سام عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذا عاهدهم يعني يوم الحديبي فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفيه أن الصدق عن الميت تنفع الميت بإذن الله إذا كان الميت مسلم موحد والصدق من المسلم من المسلم يتنفع الميت بإذن الله وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيي بن سعيد حا وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حا وحدثني علي بن حجر أخبرنا علي بن مصر حا وحدثنا حدثنا الحكم بن موسى حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسنان وفي حديث أبي أسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقود قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث أن الصدق عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها إذا كان مسلم وحد والمتصدق كذلك حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حزيفة رضي الله عنه في حديث قتيبة قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدق كل معروف كل التسبيح صدق كل تحميد صدق كل تكبير صدق وبالمال صدق حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضباي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيين عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يعني ونحن فقراء ليس عندنا ما نتصدق قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدق وكل تكبيرة صدق وكل تحميدة صدق وكل تهليلة صدق وأمرٌ من المعروف صدق ونهيٌ عن منكر صدق وفي بضع أحدكم صدق إذا جامع زوجته أيضاً صدق قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام لو وضع الشهوة في حرام أكان عليه فيها أذر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر سبحان الله وبحمد وينبغي لنا أن نكثر من ذكر الله والله يثيب على ذلك كثواب الصدق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله ابن فروخ أنه سمع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل جسد الإنسان ثلاثمائة وستين مفصل فينبغي أن يتصدق عن كل مفصل صلق ومن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أبعد ما يؤذي الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامة المفاصل فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار قال أبو توبة وربما قال يمسي ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى إذا صلى ركعتين الضحى شكر الله على هذه المفاصل التي أنعم الله بها فينبغي أن نذكر الله ونتصدق شكرا لله على هذه المفاصل التي نتحرك بسببها فضل الله وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحي بن حسان حدثني معاوية أخبرني أخي زيد لهذا الاسناد مثله غير أنه قال أو أمر بمعروف وقال فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار إذا كان من المحد وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا يحي بن أبو كثير حدثنا علي يعني بن المبارك حدثنا يحي عن زيد بن السلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان بنحو حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمشي يومئذ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة عن شعبة عن سعيد بن أبي برد عن أبيه عن جده رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدق قيل أرأيت إن لم يجد أنا ما عنده مال قال يعتمل أن يشتغل بيديه وينفع نفسه ويتصدق قال قيل أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف إذا وجد إنسان يريد شيئا وهو لا يحسن فيعينه قال قيل له أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير كل ما يحبه الله هو يرضاه قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدق يمسك عن الشر لا يؤذي أحدا لا بلسانه ولا بيده وينبغي أن يكف الإنسان الشر يكف الشر عن الناس وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن بنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عن عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام أي مفصل من الناس عليه صدق كل يوم تطلع في الشمس قال تعدل بين الاثنين صدق تصلح بين اثنين لك أجر صدق وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدق قال والكلمة الطيبة صدق وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق وتميط الأذى عن الطريق صدق هينبغي المسلم أن يعمل الخير بقدر الإمكان وحدثنا القاسم ابن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان وهو ابن بلال حدثني معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن نسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان عليهم السلام ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا يخلف عليه ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا فينبغي المسلم أن ينفق في أعمال الخير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا وكيع حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارسة بن وهب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي يعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها الله أكبر النبي عليه الصلاة والسلام فحدثنا على الصدق قبل ما يجي يوم ما أحد يقبل الصدق الله أكبر قرب يوم القيامة ما أحد يقبل الصدق فتصدقوا قبل أن لا يتقبل الصدق وحدثنا عبد الله بن برات الأشعر وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سام عن بريد عن أبي برد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدق من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه الله أكبر ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء الرجال يقلون والرجال والنساء يكثرن حتى أن أربعين رجل يدافع عن المرأة لقلة الرجال يلذن به يعني يطلبن منه أن يدافع عنه الله وكبر اللهم ارحمنا برحمتك يا رحم الراحمين وفي رواية ابن براد وترى الرجال وترى الرجل وترى الرجل وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيط حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يهد أحداً يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً هذا في آخر الزمان أرض العرب تصير بساتي وحدثنا أبي الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيط حتى يهم رب المال من يقبله منه صدق ويدعى إليه الرجل فيقول لا أرب لي فيه أي لا حاجة لي فيه الله أكبر وحدثنا واصل بن عبد العلا وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظل واصل قال وحدثنا محمد بن فضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة الأرض تلقي بالذهب والفضة تربي بالذهب والفضة تقيء الأرض أي تغرج الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان مثل العمود من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع قاطع الرحم فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعة يدي ثم يدعونه يتركونه ولا يأخذون منه شيئا الله أكبر اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين وأهلنا وولادنا والمسلمين وحدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب أي من مال حلال ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمره فتربو أي تكثر في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة الفلو ولد الفرس والفصيل ولد النقل وإذا تصدقت من مال حلال الله يضاعف الأجل حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب من كسب طيب إلا أخذها الله بيميني فيربيها أي يكثرها كما يربي أحدكم فلوة ولد الفرس أو قلوسة ولد النقل حتى تكون مثل الجبل أو أعظم فإذا تصدقت بالمال الحلال الله يضاعف الأجل وحدثني أمية ابن بستان حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح ابن القاسم حاء وحدثني أحمد ابن عثمان الأودي حدثنا خالد ابن مغلد حدثني سليمان يعني ابن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها أي فيما يرضي الله وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو سام حدثنا فضيل بن مرزوق حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أي الحلال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فيجب علينا أن نحذر الحرام الربا حرام والرشو حرام وأخذ المال بالباطل حرام فالذي أكل حرام ويشرب حرام لا يستجاب دعاه نسأل الله السلام والعافية حدثنا عون بن سلام الكوفي حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمية النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستطر من النار ولو بشق تمر فليفعل الصدقة تطفع الخطيئة اتقوا النار ولو بشق تمر ولو أن تتصدقوا بنص تمر فينبغي للمسلم أن يتصدق بقدر ما يستطيع حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال بن حجر حدثنا وقال الآخران يخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن خيثما عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان الله أكبر فينظر أيمنا منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر فالصدق ارحموا الله بها زاد بن حجر قال الأعمش وحدثني عمر بن مر عن خيثما مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة الصدق ولو بكلمة طيبة تكلم بها أخاك المسلم فقال إسحاق قال الأعمش عن عمر بن مر عن خيثما حدثنا أبو بكلمة بشيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مر عن خيثما عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ولا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح يعني كأنه يرى النار ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ولم يذكر أبو كريب فأنما وقال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب عن عمر بن مر عن خيثما عن عدي بن حاتم رضي الله عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجه ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمر فإن لم تجد فبكلمة طيبة قال النووي رحمه الله قوله فأعرض وأشاح قال الخليل وغيره معناه نحاه وعدل به أي مال به قال الأكثرون المشيح الحذر والجاد في الأمر حدثني محمد بن المثنى العنزي أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعب عن عون بن أبي جحيف عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفات ليس لهم نعال عرات ليس لهم ثياب مجتابي النمار يعني متلففين بشيء قليل مجتابي النمار أو العباء يعني ليس عندهم ثياب إلا شيء قليل قال النووي وقوله مجتابي النمار أي خرقوها أي ذلك القطع من الثوب خرقوه وقوروا وسطها ولبسوه من قلة الثياب متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر أي تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى لما رأى بهم من الفاق أي الفقر ودخل ثم خرج فأمر بلالا رضي الله عنه فأذن وأقام فصلى ثم خطب وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره الذي عنده دينار يتصدق بجزء من درهمه من ثوبه من صاعي بره من صاعي تمري يعني كل يتصدق بجزء مما يمده مما عنده حتى قال ولو بشق تمر قال فجاء رجل من الأنصار رضي الله عنه بصرة كاد تكفه تعجز عنها بل قد عجزت يعني سر فيها دراهم رضي الله عنه قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين يعني شيء مرتفع من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب فأنه ذهب صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء هذا الرجل الذي جاء بصرة تتابع الناس بعده فالذي يعمل عملا مشروعا والناس يتبعونه يأجره الله من سنى في الإسلام سنة حسنة أن يعمل مشروع فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء فينبغي للمسلم أن يكون بابا من أبواب الخير ومن سنى في الإسلام سنة سيئة من عمل معصية اتبعها الناس كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء لأنه دلهم على الشر فالعياذ بالله